السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم على قناتكم الحميدي. اذا من خلال هاد الحلقة غدي نهضر لكم على الرواد ديال التجاهات الشعيرية. اه يعني كل من احياء النموذج وسؤال الذات وتكسير البنية. واخيرا تجديد الرؤية. علاج تطريس على انني نهضر لكم على الرواد في هاد الفيديو هادا. لانا اه كنشوف عداد منكم طبعا بالاضافة الى واحد مجموعة من الاسئلة. اللي اه اه كتسول على الرواد. اه اه وغالبا غالبا كتكت يعني كتغلط مني كتكون كتكسب الرواد. خصوصا كتخلط الرواد ديال احياء النموذج مثلا مع ديال السؤال الذات وديال السؤال الذات مع الجديد الرؤية. دونك هاد الخلط هادا اه دونك ما ماشي 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 صحح. اه من لي يعني اللي يكون المصحح اه كيصح لكم الامتحان ديالكم. اذا فبالتالي يعني هاد الفيديو كي يجيب هاد السياق هادا. وان شاء الله بحول الله ما تبقى وشتغلطو بتاتا اه فهادي يعني هاد الهاد الرواد هادو. والاخوان واحد الواحد الملاحظة اخرى من اللي تنهضروا على الرواد. هتنهضروا على الجمع. والجمع يعني كيبدأ من ثلاثة. اذا فبالتالي اي تجاه من الاتجاهات اللي غادي نشوفو دبع. فضروري ومؤكد على انكم اه اه تكتبوا ثلاثة ذا الرواد فما فوق. ثلاثة ذا الرواد فما فوق. اذا على بركة الله اه نبدو اذا الرواد ديال اه غنبدو بالرواد ديال هي النموذج. لكن الاخوان قبل ما نبدأ كنتمنى على انكم تشاركوا في القناة بالنسبة للناس اللي اول مرة غادي تشوفني. وتفعل زر الجرس. وايضا يعني اه تضغط على اه زر الايجاب. وما تنسوش القناة التانية. انا غادي نخليها لكم التحت بصندوق الوصف. اه كنتمنى على انكم ادخلوا ايضا يعني تشتركوا فيها. اذا غادي نبدأ باهم الرواد ديال اه النموذج. الى ما قلناش على انهم كنت تعتبروا من المؤسسين ديال هاد الاتجاه. اه شعري هدا. اذا كين فيكم اللي غادي يقول لي اه اه واش هادا الرواد غادي سلحوه في النص النظري. وحتى للنص الطبيق غادي نقول غادي نقول لكم لا. هادا اه الرواد ديال النص الطبيقي. ماشي الرواد ديال النص النظري. وان شاء الله بحاول الله غادي ندلكم ايضا حتى النقاد ديال التجاهات اه يعني الادبية فيما يخص النص اه النظري. اذا على ابركاته الله. اذا اول يعني اه رائد من الرواد ديال احياء النموذج هو محمود سامي البارودي. اخوان الله يرضي عليكم اللي غا تكونوا كاتكتبو ان داكم تغلطو في الاسماء ديال هادا الرواد هادو. واحمد شوقي. شحاب العداد منكم كتلقاه دير اللي يكتب سامي البارودي اه شوقي اولا شوقي سامي البارودي. اخوان رجعا تحروا الدقة من اللي غا تكونوا كاتكتبو اه الاسماء ديال الرواد ديالكم لانها كتكون اه يعني فهمتي ايه كتبتي اهم صحافة يعني المصحك يعرفك بانك را كدابط المسائل ديالك ورا دابط اشغالك. حافظ ابراهيم الرائد اه الاخر وهو المغربي علال الفاسي واسماعيل صبري اللي غا تكونوا كاتكتبو حفظوا واحد ثلاثة من هاد الرواد اللي اعطيتكم دابة. ولكن يعني سامي البارودي وشوقي والفاسي بالاضافة الى اه الشاعر اللي انتو ما كتحللوا القصيدة ديالو فيكفي ثلاثة بالاضافة الى ذاك الشاعر اللي انتو ما كتحللوا القصيدة فغادي تكونوا ربعة. ماشي واحد وماشي ججال اخوان. اذا ندوز الى اه اه رواد ديال سؤال دات. اذا كما كتعرفوا الا ان اه اه سؤال دات هناك مدارس. ليه امامكم الان. عندنا مدرسة الديوان لكمتلها كل من عباس محمود العقاد. وابراهيم عبدالقادر المازيني. وعبدالرحمن شكري. عبدالرحمن شكري. وايضا الرابطة القلمية تشكلت بالمهجر الامريكي سنة 1923 تزعمها جبران خليل جبران وميخايل نعيمة وايليا ابو ماضي. هذه بنسبة الرابطة القلمية. اما المدرسة الاخيرة لظهراتنا في سؤال دات وهي مدرسة ابولو. لي اه اه اسسها احمد زاكي ابو شادي سنة ما بين 1932 و 1935. وانتهى اليها ابراهيم وانتمع او يعني انضم اليها كل من من ابراهيم ناجي وعالم حمود طه وابو القاسم الشابي. هذه المدارسة الاخوان ضروري ومؤكد على انكم تكتبوها في حالة ما انه معطاوكم قصيدة شعرية كتنتمي الى سؤال الذات. كتنتمي الى سؤال الذات. اذا سنتزعو الى اه رواد تكسير البنية. اذا من ابرز رواد الشعر الحر اللي هو تكسير البنية. تيقولوا له الشعر الحر. وتتلقوا عليه ايضا تكسير البنية. نازك الملائكة. تعتبر يعني هاد نازك الملائكة من ابرز يعني اه شعراء يا اه انت ماشي ماشي مذكر. نازك الملائكة الى ما قلناش يعني من المؤسسين. المؤسسين ديال هاد الاتجاه لي ديال لي هو تكسير البنية. ومحمود درويش. وبدر شاكر السياب. ومصطفى المعداوي. وماشي ماشي احمد المعداوي من جاتل انتم مع الناقض اللي كتحلله. اللي اللي كتب المؤلف ديال اه 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 افوان ديال ظاهرات الشعر العربي. وانما اه اه مصطفى المعداوي. انش عدد من كيف شغلت وكيكتب اه اه يعني كالجاهد المعداوي كيكتب اه احمد المعداوي اه المشاطي. ولا فرقة يعني اه هناك فرق كبير بينتهم. ثم رويت جديد الرؤية. اه اه دونك اه هنا علي احمد سعيد الملقب بادونيس. ادونيس. كتبوه فقط يعني انتم ما اه اركزوا غيري الى ادونيس. واحمد عبد المعطي حجازي. ومحمد الخمار الكنوني. وفدوى طوقان. فدوى طوقان. كين فيكم اللي تقول لي يا واش? يعني المقدمة اللي ممكن نكتبوه فتكسير البنية هي اللي ممكن نكتبوه في جديد الرؤية. اه اه تقريبا كين شبه ولكن في الرواد كين اختلاف. كين اختلاف يعني اه في الرواد كين انتم كين ما كنتشوفو دبا معايا. ففتكسير البنية عندو رواد بغتالفين الى تجديد الرؤية. اذا اه الاخوان رجاءا اه كانت منى ان انطلاقا من هاد الفيديو هادو ما تبقى واش تغلطوه في كتابتكم للرواد ديال الاتجاهات الشعرية ليجتمعكم. ان شاء الله قريبا غدي نزل لكم نقاد ديال هاد الاتجاهات الادبية. فاني بالتالي غدي نكون اه اني اطرقت الرواد ديال ديال النص الطبيقي. وغان وطرقت النقاد ديال ديال النص اه النظري. اذا اخوتي ما تنسوش اه تبركوا على زر الاجابة ثم تفعلوا الجرس. وادربوا لكم واحدين الحلقة القديمة ان شاء الله.